صلوا على طاه الرسول ويمهندسنا علي الصور سمعلي كل اسطنبول بنت بتسمع فكروا معنا بنت بتسمع نحن بغنا بنت بتسمع فكروا معنا بنت بتسمع نحن بغنا ضلت دايما انت معنا احنا يزاعرس كفاني حياكم الله اعزائي المستمعين والمستمعات مرة اخرى عبر اثير اذاعة مسكف ام طبعا عند الحديث عن اليوم العالمي للاذاعة لا بد وان يكون هناك شخصيات متميزة كان للاذاعة دور كبير ربما في صقل شخصيتها وربما ايضا في القيمة المضافة التي اضافوها عبر ممارسة هذه المهنة ضيفنا اليوم ضيف حقيقة متميز واضافة قيمة لوجوده معنا هنا في ميسك في برنامج صباحك ميسك الاستاذ فاهد ابو شمالة المستشار والخبير الاعلامي ومراسل بي 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 سي سابقا معلش الواحد متعود على هالمصطلحات فمعذرة استاذ اياكم الله سبقا فاهد ابو شمالة ومراسل بي بي سي اكيد الحروف مشكلة طبعا مخارج الحروف حدث مرة وانه هيك صار معك ساد فايد انت وعمت تحكي بالاحرف هاي واحلة خربات احيانا مرات طبعا موضوع كيف كانت تدعرك الموقف لازم يكون في عندك نوع سرعة بديهة وتلقائية وماشاء الله تضحكة تبعتك وبتسامتك حلت المشكلة بشكل مباشر لازم يكون مذيع مستعد ل الله احفظكم مطبات على الهواء لازم دائما والله كل يوم عنا مطب نحن هي الاذاعة من الزمان زمان كمان كانت هذه المطبات تحصل وما حدا يشوف شو بصير في الستوديو لانه ما كان في كاميرا ايوا تطلع على الفيسبوك والدنيا كلها تشوف كان المذيع بتخبه في الستوديو وما حدا بيشوفه وما حدا بيعرف ايش بصير شو الوضع بيكون جواب شو الوضع داخل الستوديو الوضع والله هنجد محرج شوي ما كله على الهواء يعني انت اذاعة ومش اذاعة اذاعة وتلفزيون تمام استاذ فايد استاذ فايد يعني عندما نتكلم عن الاذاعة واليوم اليوم العالمي للاذاعة معلش حابين نحن نعرف من هو استاذ فايد انا فايد ابو شمالة صحفي من حوالي ربع قرن من الزمان ما شاء الله تبارك الله بداياتي كانت بالصحافة كذلك كل الناس اللي تشتغل بالبداية الحياة طبعا اصلا ما كان في فلسطين ربما ما عشت انت في الداخل ما كان في ان مش مسموح يكون في اذاعة للفلسطينيين تحت الاحتلال السريدي في كان اذاعة واحدة بيسمعوها الناس هي اذاعة الاحتلال باللغة العربية وكانت طبعا الاذاعات الموجهة من الخارج الاذاعات العالمية لكن محدودة العدد العاملين فيها نعم ومساعد لا هي بتبث عبر الميديوم ويب عبر الموجه المتوسط لكن محدودة العدد العاملين ما في مراسل واحد بيكون مثلا للاذاعة في القدس وما في اذاعة وطنية فلسطينية تحت الاحتلال لحد ما سنة 1994 لما صار في فرصة للاذاعات الفلسطينية تنشأ من جديد فانا طبعا من الاشياء اللي بفتخر فيها انو كان صوتي ربما يكون من الاصوات المعدودة اللي بتطلع من قطاع غزة ما شاء الله تبارك الله الى العالم الخارجي بتوصل رسالة الشعبنا الفلسطيني في الداخل وطبعا من الصحافة انتقلت للاذاعة كمراسل للبي بي سي قد مكثت حوالي 14 سنة ما شاء الله جميل وغطينا كل الاحداث طبعا مراسل اخباري بالاساس مش منوع زي حضرت منوع الكفاءة متحسس اخبار تسلمني سافر حاليا طبعا انا ما زلت في مجال اعلام لكن بعمل في مجال الاستشارات والتدريب والتطوير ما شاء الله استاذ فايد يعني تعرف تنوعت العديد من اذاعات صار انه يكون في اذاعة صحيح انه هي تجهيزاتها واعداداتها قد تكون بالفعل يعني مرهقة لكن تنوع هذه اذاعات وتنوع محتواها وتنوع برامجها صار لابد يكون فيهني نوع من انواع الضوابط الاخلاقية فعلا لكل عنصر يعمل في اذاعة للمذيع للمعد لأيضا للمدير برامج لكل هؤلاء الاشخاص اللي كل واحد هيكون له اضافة قيمة حتى يكون في محتوى هادف يصل الى المستوى الان ربما بعض الاذعات يكون محتوى هو اصلا مش هادف وهذا هو هدفه لكن اذا اردنا ان نتكلم عن الضوابط الاخلاقية التي تضبط موضوع شوفت الحال معلش انا هاي مشكلة حقيقة ويعاني مننا العديد ومرض يعني يصبح للمذيع للمقدم للمعد لأخير رؤيتك استاذ فايد بهذا يعني هو ما الى حل بالمناسبة انا طلعت عن موضوع الحلقة اللي متفعل لا لا في عنا مش كده نسبلنا الحلقة هي مفتوحة نحتفل احنا ب طبيعي حتى السادة مستعين بامكانه نشاركونا كالعادة نحتفل بذاعة مسك اولانوية الله يكرمك يا رب مهمة جدا وصوت عربي قوي عالي في اسطنبول نفتخر بوجوده الله يكرمك يا رب ويفتح عليكم ونحتفل كمان بهذه المناسبة مع كل زملائنا الاذاعيين صحيح عبر المساحة الكرة الارضية سواء كانوا عرب او اجانب لانه نعم لكل ندوره بصمته في نعم اما النجومية ومشاكل النجومية اذا بدك يعني فطبعا ما الى علاج يعني كيف لك تعالج واحد صار نجم والناس بتتابع بتبعت له على الفيسبوك هو هو ماذا يجب هو لازم يشعر بالفخر بانه هو نعم قدم انجاز في حياته المشكلة هي ليست في النجومية المشكلة في طبيعة التعامل كشخص هذا يحتاج لطبعا ضوابط اخلاقية فردية لا يمكن ضبطها بقوانين او قواعد معينة الصحافة في العالم تضبطها ضوابط اخلاقية الى المحتوى نعم لكن وحتى الاشخاص في تصرفاتهم صحيح بتعرف الانسان اللي بصير في مؤسسة مؤسسة اتصال جماهيري بتحول من شخصية اه مستقلة لسموه بابليك فقر شخص عامة شخص عام نعم وبالتالي بتصير تصرفاته محسوبة عليه في كل مكان بيمشي فيه وهي مقترم هم ترى هم واحدة من مشاكل خصوصا في عهد التلفزيون نعم نعم عشان هي قلتلك في عهد الاذاعة انا من محبين الاذاعة لانه الاذاعة كانت بتعطي نوع من الخصوصية انت بتطلع صوتك معروف ولكن مش شرط انه صوتك معروف صحيح لابدنا تشوفك وتعرفك والاخيري المهم انه انت كموذية بدك تكون متمتع بهذا الضابط الاخلاقية في كل الاحوال انت بدك تهذب نفسك بدك تتأكد انه انت ما توصل لمرحلة غرور وكبر على الناس نعم جمهورك هو اللي صنعك جمهورك هو اللي عملك نجم فاذا انت تكبرت عليه اذا اهملته بالظبط اذا ما تتتابع ما تتشوف اكيد انه انت هنجوميتك ستختفي صحيح حتى ربما استاذ فايد يعني اسمع بكثير من بعض البرامج الاذاعية انه في بعض الموذيعين صدر قرارات رسمية احيانا بفصلهم من منصبهم لانه كان فيه علو هو عم يحكي مع المستمع او عدم احترام حقيقة لمشكلة عم يطرحها فهذه هذا المرض سبحان الله هذا المرض خطيئ مرض خطيئ ولكن هو كمان الاخطر منه هو يؤثر على الرسالة الاذاعية مية بالمية لانه بنهاية المطاف اليوم العالم يتجي للتفاعلية صحيح وبإمكان كل انسان يكون موذيع انت ليس لديك ميزة انا ممكن افتح في فيسبوك صفحتي واعمل اذاعتي الخاصة انا اقعد في المطبخ وابث اللي بدي اياه مية بالمية ما حدا الو ميزة على الاخرين صح انت تتميز بالمحتوى اللي بتقدمه لنا وبالرسالة اللي بديك تواصل وبالرسالة اللي بديك تواصل وبالقيمة وبالتالي انت بك تنتبه انه هذا الجمهور هو الاساس وانا من الاشياء اللي بتعلمتها من البي بي سي وهي مدرسة مهمة يعني في العمل انه دائما الجمهور هو في صلب كل اهتماماتنا في صلب عملنا لازم نهتمنوا شو الجمهور بده مش تتحول لدعم ما يطلبه المستمعون صحيح وانا ما صدى ولكن قول الجمهور موقف الجمهور لازم نسمعه لازم ندرسه لازم نحلله لازم نفهم ليه الجمهور بيتكلم بهذه اللي بها انتقاداته اليك مهمة جدا طبيعي تاخدها بعين الاعتبار وتو بطريقة ايجابية ما تزعل منها لا هذا هذا الاصل نعم وكتكون مستعد للتجارب والله انا مبسوط مبسوط انه الساد المستمعين عم يسمعوا هذا الكامل طبعا نحن منقوله نحب نسمع انتقالات بنا ربما البعض يفكر ان احنا منزعل حقيقة والله هو ونحن ما منزعل لانه اذا ما واحد وجهنا يعني هي فكرة ان يضل الواحد اقول اوه والله اذا عموا تمييزه ما استفدنا شيء للامانة يعني هو الجانب الشخصي ممكن الواحد يقومه بس في بعض الاشياء مؤسسية صحيح مية بالمية محتاجة يعني ما ممكن انت تغير دورتك البرامجية بناءا على تعليق او تعليق اولا صحيح مية بالمية لكن تاخذ الامر بعين الاعتبار الناس اللي بتحضر للدورة البرامجية الجديدة بتاخذها بعين الاعتبار المشاهد او المستمع لازم يكون صبور شوي يتحمل يتفهم طبيعة العمل في المؤسسة الاذاعية هي مش كل شخص بعمل على مزاقه وعلى كيفه بعض الناس بعتقد انه مثلا بلال الواقف خلف الميكروفون اذا طلبوا منه هلا يعملهم برنامج جديد دوري مباشرة يعملهم برنامج جديد دراما مثلا فورا راح يتحوالي الله وكيلك غنية على اسامة ما منمون انه احيانا يحط لنا ياها يعني ما بيكون عنده هو من الحرج قدام الناس نحنا في ناس قد لا تعلم انه في عندك انت ضوابط لكل برنامج في بطاقة انت بتلتزم فيها في اعداد مسبق بتحضر وكذا بعض الناس بتفكر انه انت ما شاء الله عليك لانك تلقائي وعفوي وبتحكي مع الناس هيك بسلاسة فممكن تعتقد انه هما بإمكانهم ومونه عليك وتغير كل شي مرة واحدة صحيح مباشرة مش عاربين انه وراك عاشر عيون كلها ونشوف شك طيب استاذ فايد يعني في تجربتك الاذاعية وفي قطاع غزة هل فعلا الاذاعة كان الى هذا التأثير اكثر من التلفزيون يعني ما عم نحاول نقارن لكن ربما يقولك بسبب وجود عصر التكنولوجيا اللي ايجا والان تحديدا مو وسائل تواصل اجتمال حضرت تفضلت انه كل واحد ممكن يعمل اذاعة هل يترى الاذاعة ظل هذا الاثر ظل هذه اللمسة وهذه البصمة هذا الالتفاف حواليها هل ما زال موجود هو طبعا هذا السؤال اللي دايما سؤال بحثي كبير يعني هل اجت الاذاعة هل تختفي الصحافة اجت التلفزيون هل يخفي الاذاعة اليوم الناس بيقول هل التلفزيون رح يقدر يصمد في وجه الاعلام الرقمي والديجيتال ميديا مرة تاني ولا لا انا اعتقد انه الاذاعة بشكل خاص اثبتت ان هي قوية جدا وحتى الان صامدة واعتقد انها جمهورها لازال اكبر من جمهور التلفزيون حتى هذه اللحمة نعم لانه الاذاعة فيه فيه لها قدرة على الوصول اكبر من التلفزيون فيه لازال فيه مشاكل تنمية في العالم كبيرة جدا بعض النسبة كبيرة من العالم اليوم لازالت ما عندها تلفزيون بالبيت صحيح احنا بنشوف المدن الكبيرة زي اسطنبول وكذا بنشوف كدهش متقدمة بس افريقيا مثلا انا كنت من ايام في بلد اسمه جامبيا يعني بلد اسلامي 95% منه مسلمين نسبة الدخول الانترنت فيه ما تتجاوز 20% عند العالم طبعا قيسة على التلفزيون وصوله طبيعي طبيعي مناطق كثير من منها لازالت تعتمد على الاذاعة فقط الاذاعة هي الصوت الوحيد الصحف لا تصل لانه عشان تسأل الصحيفة من مدينة اللي بتنطبع فيها لهذاك المكان يكون خصة اخباره راحت يكون راحت الاذاعة لازالت صوت مسموع بكثرة في كثير من انحاء العالم وحتى في المناسبة مش بس في المناطق النائية والدول النامية الاذاعة دليل على تقدم الدول في هذا الزمن يعني اذا انت بتطلع على خارطة البث الاذاعة في العالم تجد انه الدول المتقدمة فيها مئات الاذاعات يعني اذا رحت على لندن مثلا يمكن تلاقي 500 اذاعة في لندن بينما بتلاقي في مدينة زي اسطنبول عدد اقل من الاذاعات عشرات الاذاعات في مدن اخرى عربية ممكن تلاقي اذاعة واحدة فقط طب شو يعني هل كل ما زاد تقدم الدولة معنا ذلك يرافق ايضا تقدم بالتأكيد اذاعة شريك مهم في التنمية اذاعة شريك مهم في صنع المستقبل اذاعة شريك مهم في توجيه الحاكم والمحكوم يعني في توجيه الاثنين في صناعة المستقبل اذاعة شيء مهم هذا الحوار يمكن استمعت شو تكلم بالامس الأمين العام للأمم المتحدة في ذكرى الثامنة الاحتفال باليوم العالم الاذاعة هو بتكلم عن الديالوج الحوار اللي هو بين الناس التسامح اللي هي ممكن تخلق الاذاعة لانه اذاعة صوت بدخل لكل بيوت ما ممكن انه بيتي صحيح انه منع 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 اذاعة ما ممكن اذاعة تدخل لكل بيوت مين في داخل البيوت مش مهم هل هو مسلم او مسيحي او مقتنع ايدولوجي ايدولوجي ليس مهم فهي بتخلق هذا الجمهور اللي هو متسامع عنده استعداد يسمع بعضه ويتحدث مع بعض وطبعا هو باعتباره كمان قادر الاذاعة قادرة على انها تخلق بين الناس سلام اجتماعي وسلام حقيقي في العالم فهذه ثلاث اشياء لازالت الاذاعة بتقوم فيها نعم انا اذكر سادر المستمعين طبعا بارقام هواتفنا صفر ثلاث خمسات صفرين ثلاث اربعات خمستاش وايضا صفر ثلاث خمسات صفرين ثلاث اربعات ستاش لمن يحب ان يشارك وايو ثري هذا الحوار استاذ فايد طبعا من خلال عملك هذا الاذاعي الطويل اكيد كان هناك في بعض المواقف ربما تكون محرجة وربما تكون ايضا مؤثرة كونك بالذات بالقطاع الاخباري وكمراسل حكي لنا عنه استاذ فايد يعني انا تجربتي الاذاعية كانت في قطاع غزة وفي فترة كانت ساخنة نسبيا يعني مليئة بالاحداث الساخنة اكثر المناسبات اللي كنت انا مؤثرة كانت فيها لما كنت بغطي صحيت من الفجر على صوت انفجار خرجت خرجت اشوف شو اللي صار وصلت لعند المكان فلقيت يعني اثار هذا الانفجار كان رحمة الله عليه الشيخ احمد ياسين هو اللي مستهدف بهذا الانفجار كان يوم صعب بالنسبة لنا يعني كفلسطينيين كان يوم صعب بالنسبة لي حتى كمراسل للبي بي سي في ذلك الوقت كيف انه تغطي حدث بهذا الحجم كان مؤثر كتير وجماهير الشعب الفلسطيني كلها كانت احتشدت في هذا المكان انا اذكر اني كنت بقى اتكلم تقريبا على مدار الساعة حتى طول اليوم على اربعة موبايلات تقريبا يا الهي كل واحد يتصل باذاعة مختلفة بالعربي والانجليزي طبعا انه اذاعات البي بي سي الناس بتعرف هاشنا هي مؤسسة فيها حوالي اكثر من اربعين صوت بيطلعوا في داخل بريطانيا تفكروا البي بي سي اذاعة للقسم ايوه ايوه بس فيها حوالي اربعين اذاعة وتلفزيون كل واحد منهم كان حريص على انه يعرف شو اللي حدث طبعا هذا يوم كان مهم كمان ايوم وفاة الرئيس ياسع عرفات كان ايضا حدث كبير جدا في الشرع الفلسطيني يعني هذي ايام لا تنسى لكن كثير من الاحداث المؤلمة كنا بنغطيها باعتبارنا مراسلين اخباريين يعني كنا بنغطي طبعا هذا كان يتطلب جهد استثنائي تركيز استثنائي استاذ فايد طبعا كيف كان كمراسل اخبار هل هي المهارة اللي بتلعب دور ام انه زخم الحدث بخلي الواحد خلاص لابد انه يتكيف مع هذا الحدث وصعوبته وانه يقدم كل شيء بذات الوقت بمصداقية باسباقية في العمل الاذاعي هو طبعا المهارة الاذاعية هي زي مهمة جدا ولكن الاحداث الكبيرة بدها استعداد لازم تكون في عندك دايما خطة عمل لازم تكون في فريق وفي خطة وفي ادوار في حدا مسؤوليته جمع المعلومات وفي حدا جمعيته جمع الاصوات فكرة جمع الاصوات اليوم مختفت تقريبا من العالم العربي او من الاذاع العربية وهذه من الاشياء المؤسفة الصوت الطبيعي صوت الانسان نعم احنا صلنا بنعتمد على الحوارات لكن احنا نحضر الصوت من الميدان في الاخبار ما بنجيب وبطلنا نجيب الصوت زي ما انت بتعمل الصوت الرشيز الكاميرا اليوم كان زمان في حدا بمسك المايك وبيجمع صوت الحدث نفسه صوت انفجار بذات الوقت صوت هتاف صوت احداث بتحصل الاصوات اليوم للأسف هدا من الاشياء اللي انا بافتقدها اختفت تقريبا ما زالت فقط بعض الاذاعات الكبيرة في العالمية اللي بتعملها المراسلين يعتمدوا على صوتهم فقط مع انه ما بنجيبولنا صوت الحدث على الارض بتعرف مادة الاذاعة هي الصوت صحيح صحيح الاتموسفير بنسميها صحيح المكان اللي بيحصل فيه الأحداث بتنقل صوته هذه من الاشياء اليوم فيها فقر شديد حتى لما بتجي تعدد تقرير تطلع تقرير معظم مجرد نص صحيح صحيح بينما احنا زمان كان في عندنا التزام لازم يقدم للمذيعين داخل التقرير الأصوات من الأحداث آها فبالتالي صوت الجو الطبيعي صوت متداخلين الناس بعلقوا طب هل هذا أصبح معلش أستاذ فايد استهلاكي نوعا ما فقط من قبيل عدم الاهتمام بموضوع الجودة مثلا أو المراعاة السبق عم يصير هذا الشيء لا هو كلفته أعلى طبعا لأنه بتاخد وقت تجهد أكتر وتعمل أو أنه مستمع ما عاد يهمه وهذا نوع من الانتاج لأنه هو نوع من الانتاج طيب مش نوع من يعني انت بتصير مش فقط صحفي تجمع المعلومات وتنقلها لا صحفي تعمل تجمع المعلومات وتنقلها بطريقة انتاجية صحيحة مؤثرة في الجمهور وتنقل المشاهد أو المستمع عفوا إلى مكان الحدث بالصوت ما هذه ميزة الإذاعة صحيح ليش الإذاعة اليوم صامدة في وجه التلفزيون لأنه الإنسان اللي عنده حواس كتير محتاج يحطها كلها للتلفزيون انت عشان تفرج على التلفزيون لازم تجلس أمام التلفزيون تمام لازم تنظر للتلفزيون صحيح لازم تسمع التلفزيون يمكن لازم تسكر ثمك أحيانا عشان تقدر تسمعك صوت مية بالمية فأنت كلك تحت السيطرة التلفزيون لازم تكون والإنسان يرفض هذا السيطرة بشكل كامل يعني طيب بشكل عام احنا بنحب التحرر الإذاعة فقط بتاخد منك مية بالمية أستاذ فايد ربما رح سأل سؤال هلأ هلأ خطر عباري كيف كان أستاذ فايد يقدم إذا تخيلت الآن أنه أستاذ فايد بده يقدم شيء فأنا حتخيل لأنه الآن أنت في الميدان نعم مشان نسمع الطريقة ربما هلأ أنت عم تتحور معي بطريقة بالأريحي الآن بدنا نسمع الصوت الميهني لو أستاذ فايد لما يكون فيه مثلا اتصال إخباري عم تقدم شيء خلينا نسمع أستاذ فايد إذا مباشر طبعا أنت بك تعتمد على الوصف دائما طبعا فمثلا أنا أقول أنا الآن جالس في ستوديو مثلا مسكف أم أرى أمامي لأستاذ بيلالصالح طبعا بابتسامة المعهودة يحاول أن يقدم هذا البرنامج الصباحي ويواجه مشاهدين الإذاعة عبر الفيسبوك نعم ويحاول أن يقدم صورة عن اليوم العالمي الإذاعة بشكل جيد لكن ما لا تعرفونه هو أنه يحمل في يدي قلم لا يستخدم لا أعرف لماذا يستخدم أن يحمل هذا القلم الحقيق مثلا الوصف مهم لأنه المستمع نعم يريد أن يحصل على الصورة نعم طبعا المشهد ممكن يكون مؤلم صحيح وأيضا بك تعتمد على قدرتك نعم على الوصف نعم التوقيع مهم لازم تقول في النهاية فايد أبو شمالة بي بي سي غزة توقيع مهم لأنك تعرف مشاهدك أو مستمعك لذلك يعرف أنت من أي مكان طالع فهي كل لكن الإذاعة هي مادتها الأساسية الصوت وطريقة الوصف هي الطريقة الأفضل عشان تنقل المستمع إلى المكان اللي أنت موجود فيه وتحاول تعرفه على حقيقة ما يدور فيه جاني سؤال مهم أستاذي الكريم عم يقول أنه من خلال خبرتك تأثير الدولة اللي الشخص عم يشتغل فيها هل فعلا هي بتأثر على مضمون الإذاعة ومسارها هل تعرضتوا لهيك موقف أنه وقفوا شوي أعملوا هيك أنا حكيت لك أنه إحنا تحت الاحتلال كنا ممنوع أصلا نمتلك إذاعة وقت صار أنه صار فيه لا ما صار في إذاعة بالتأكيد هي يعني أنا بحب أقرأ لك شعر تفضل ليا أحد انتبه الإذاعة شعر لأحمد مطر بقول أحضر سلة ضع فيها أربع تسعات ضع صحفا منحلة ضع مذيعا ضع بوقا ضع طبلة ضع شمعا أحمر ضع حبلا ضع سكينا ضع قفلا وتذكر قفلا ضع كلبا يعقر بالجملة يسبق ظلة يلمح حتى لا أشياء ويسمع ضحك النملة واخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة ثم أسحب كرسيا وقعد فلقد صارت عندك دولة يا سلام يعني الإذاعة الإذاعة عنصر من عناصر السيادة عند الدول طبع بوقب دولة أحيانا بيسمون بعض بعض الدول لكن شخصيا كنت تتأثر بهذا شيء تضطروا إن كنت تغيروا أحيانا أستاذ فهلا أنا كمراسل لبي بي سي كنت في عنا معايير صارمة في العمل هي معايير التزام مهني وأخلاقي ممنوعة ممنوعة أنت تتدخل نفسك تدخل رأيك تدخل موقفك في المادة التي تتقدمها للمستمعين هذه نقطة صعبة جدا الخلط الرأي والخبر جريمة من جرائم العمل الإعلامي نعم أنت قل لي هذا رأيي وقل لي هذا هو المعلومة الصحيحة عم الجراء لكن اليوم احنا بنلاحظ أنه في خلط بصير الحابل بالنابل صحيح الدول بتحاول توجيه الخبر بالطريقة التي تناسبها الدول بتحاول تستخدم الإذاعة كأداة دعاية 100 بالمئة لبرامجها الدول بتحاول خصوصا في عالمنا يعني العالم المتقدم حرر الإذاعة من سيطرة الدولة والحقومة وبالتالي أصبحت نوع من النواع أصبحت نوع من الخدمة الاجتماعية ورقابة أيضا ورقابة على الدولة للأسف هذا لازال في مشكلة فعلا نعم أستاذ فايد أبو شمالة سرقنا الوقت أبو شمالة أبو شمالة أبو شمالة ما عمل لها لنزعل منه يعني هذه مشكلة برضير في القراءة إذا ما كان عليها شدة ما بتزبط معه طيب شمالة شدد على شمالة المستشار والخبير الإعلامي ومراسل بي بي سابقا حياكم الله إن درجعت خطأت فيي أنا بي بي سي سابقا حياكم الله أستاذ فايد يا سعدني صباحك يا رب أعزائي المستمعين والمستمعات كنتم معنا اليوم أشكر لكم تفاعلكم أشكر تواصلكم وصبركم معنا واليوم اليوم العالمي للإذاعة فيستحق منا كل شكر لكم حقيقة وكل تحية وتقدير على أمل أن نلقاكم غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا تمتم في معية الله كان معكم بلال صالح من جديد